فيما يخص خصوارية المنتخب الإيراني النهاردة ستة اتنين شفت الناس كده بقى بدأت تكتب الكلام اللي هو من نوعية ايه هو ده بقى كارلوس كيروشي اللي كان بيدرمنا اتغلب ستة ستة من إنجلترا كنا عايزينه يدخلنا كاسة عامدة كنا هيعمل فينا ايه في كاس العالم الربط هنا غلط والمقارنة يعني عطول حدر حمل ايه مقارنة بين كيروش وفيتوريا برضو المقارنة غلط ليه كله غلط ليه كله غلط كارلوس كيروش مستلم منتخب مصر وكاية النتائج في منتهى السوق وصلنا آخر مرحلة في التصفيات النهائية لكاس العالم وصلنا لنهاء كاس النهام الأفريقية في نهاية كاس النهام الأفريقية وصلنا لآخر النقطة اللي هي ضربات الترجيع في تصفيات كاس العالم وصلنا لآخر النقطة اللي هي ضربات الترجيع مع منتخب أو قدام منتخب أقوى مننا مش هقول بكتير عشان الناس ترحمس كفية بشوية أجمد مننا بشوية فاحنا وصلنا معهم للنقطة الأخيرة يعني على الورق لو سألت يا حد في العالم في العالم مين يكسب السنغال أم مصر بالتشكيلتين مش بالتاريخ يعني بالتاريخ مصر تكسب طبعا بالتشكيلتين الحالياتين هيوك لا السنغال تكسب فكسبه بس كسبه بضربات الترجيح تمام فهو وصل للمرحلة أو النقطة الأخيرة ده في تقييمات العالم كله ده مدرب ناجح احنا هو وصل لآخر النقطة مع ضربات الترجيح دي ما هو يعني لو كسبتها بقى مدرب كويس لو خسرتها بقى مدرب مش كويس فهي ضربات حظ دي نقطة يعني أنا هفضل طول وقت مقتنع انه خلس كروش تجربته مع منتخب ماسكي تجربة ناجحة ورائعة ده رائع يعني طبعا انت حراكة حرة أكيد في رأيك يعني ممكن أنا لما كنتش فاهم كويس وحراكة اللي تبقى فاهم دي كورة وقراء المنتخب الإيراني الناس بس في شهادة بالها انه خلس كروش مستهيم المنتخب الإيراني ده الإيراني في 14 سبتمبر من العام الحالي يعني تحديدا من شهرين تقريبا من شهرين بتلعب مين بقى بتلعب المنتخب وهو مسترين من المنتخب الإيراني وحالته صعبة جدا ففي شهرين أول مواجهة ليه في كاس العالم بلعب مع المنتخب الإنجليزي خسر ست على فكرة دورة دي حصل لنا وحصل السنة اللي فاتت للمنتخب التونس لما خسروا من بلجيكا خمسة بتلعبش منتخب سهل برضو فيه فرق قدرات كبيرة جدا فدي نقطة نقطة تانية ودي مدخل لحاجة عايز أتكلم فيها روي فيتوريا مدير فني كبير جدا ومكسب رائع لمنتخب مصر ده رأيي فيه قبل ما يلعب التلات مباريات والدقاء اللي لعبه خلاص حط دي على جنب أنا مقتنع إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن ربنا هيكرمنا معاه كرم كبير وواسع بس يا جماعة إحنا عندنا دايما أحكام سريعة وهلو فيتوريا اللي كان معانا في تصفية كاس العالم كنا وصلنا كاس العالم والله لو كنا دخلنا كاس العالم كنا إحنا اللي باللعب النهاردة هولندا بدل السنغال كنا كسمناها أربعة كل ده عشي إحنا كسمنا بالجيكا في المباراة الدية حلو إن إحنا نفرح إن إحنا كسمنا بالجيكا عملنا فعلا مباراة كبيرة قدام بالجيكا بس هي مش كويس لأي حاجة وحتى عشان ده كلام القديم لو كنا نعيبنا بالجيكا وخسرنا أربعة أو خمسة ده مش كويس إن فيتوريا المدرب مش كويس هي لكده ولا كده إحنا بنبني ونبني على اللي فات وبالمناسبة في كتير من اللعيبة اللي لعبت في المباراة بالجيكا أسلوب وطريقة لعبها وأداءها وحتى فيتوريا له كسير من أسلوبه من كالوس كيروش وأقول لك حاجة سبق بيها وبتاريخ النهاردة بس أنا مش فاكر بتاريخ النهاردة كام يعني 22 نوفمبر 22 نوفمبر 22 نوفمبر عشان نفتكر بعد كده هجيب الحلقة دي فيتوريا هيلعب مباريات دفاعية مع منتخم مصر يعني لو هتلعب السنغال تاني بالحالة دي فتصفيات كاس العالم وفي كاس الدماء أوفك هتشوف مباريات دفاعية من منتخم مصر الحكاية حكاية كدرات إراني النهاردة دفعت قدام المنتخب الإنجليزي وخسرت عشان ما كانش عندها أي بديل غير الدفاع قدام إنجلترا ما هتحاولش السنغال النهاردة ما هيديك كورة يا جماعة لعبة مباراة مفتوحة قدام المنتخب الولندي والسنغال كانت جيدة جدا والسنغال كانت ممكن أو هي اللي مفروض كانت تكسب المباراة النهاردة بس هجمتين في مساحات فاضية بقى أخطاء من مندي سازجة جدا خسر خسر حتى وإنت بتاجد طيب